وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 549 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 130.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 31 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 99 طن كما تم ضبط 722 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 174 قضية خبز ناقص للوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 21 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 242 طن ترجمة نانسي قنقر